اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت عاساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة لتوقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية تسعة عاش اثنين بس بالنسبة لكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية ثلاث اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية تراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم سبعتاش اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية عشرة ثلاث بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصيره بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها ايش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لالو عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكينا هنا طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي يرتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حاضرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مزبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاث ايام او خمس ايام وبعده بخمس ايام تكثر فيه احداث العنف بتكثر فيه التفجيرات بتكثر فيه المصائب بتكثر فيه الاحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا ان الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة امامية زحل موجود برضو في الجدي حركة امامية اورانوس في الثور حركة امامية نيبتون في الحوت حركة امامية وبلوتو في الجدي حركة امامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الابراج لانه هسا بس نذكر توقعاتنا للابراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من اشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وان شاء الله انها تكون مفيدة لالكو وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل اوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية يا معشر الاسود وانا معكو طبعا الفترة هاي الشمس موجودة مقابل الاسد في الدلو يعني هاي فترة ضاغطة وفيها نوع من المعاكسات والسلبية اللي ممكن يكون من وراها احداث مربكة خلال هذا الشهر واللي عنده قضية او مسائل قضائية رح يلاحظ انها رح تتطور بالفترة هاي وممكن تتفاجأ بعده او خصم بشكل مفاجئ هاي الفترة بكون فيها كثير من العراقيل والتأخيرات اللي بتسبب لك ردات فعل مش منيحة لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك حتى لو حد استفزك اهم شي لا تخالف القوانين في هذا الشهر وبدك تدير بالك من خصم وتخفي وراء صداقة او شراكة بدك تنتبه من الاصدقاء المزيفين لانهم ممكن يوقعوك بمشاكل انتبغين عنها حاول انك تقاوم كل ميولك السلبي ومشاعرك السودة اهم اش انك لا تنتقد ولا تنقل كلام ما تتعجب اذا انقطعت العلاقة مع صديق او حبيب بشكل فجائي صحيح انه مش كل الشهر سلبيات بس حبيت انبه حالي وانبهك بالخطر قبل ما يصير اخلصنا من السلبيات خلينا نبلش شوي بالاجابيات ممكن تبدأوا بوظيفة جديدة ممكن تحصل على ترقية فيه من برج الاسد ممكن يخطبوا او يتزوجوا او يبدوا بعلاقة تتطور لرتبة القرار بالزواج ممكن يكون فيه عندك صفقات تجارية ممكن يلاحظوا تطور في مجال العمل او في مستوى الشراكة او على المستوى العاطفي كوكب عطارد بدعمك في الفترة اللي بكون فيها بمسيره للامام بطريقة التبادل الافكار والاراء مع الشركاء تنصب افكاركم حول ضبط اموركم المالية وخاصة المشتركة منها ولكن لما بتراجع ممكن يصير عندكم نوع من انواع التعطيل يا في امور مالية يا اما باشياء زي التعويضات او المعاملات مع الشركات كوكب الزهرة بيركز على شوي التعويضات اكثر وبيدعم هاي النقطة فعشان هيك الاشخاص اللي 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 هم مال من تركة ميراث تعويض شركة او من وراء شراكة رح تكون هاي مصادر المال اللي رح تجيهم كمان اللي عندهم سفر او بيشتغلوا في مجالات الاستيراد والتصدير برضو هدولا رح يستفيدوا خلال هذا الشهر اللي بدهم يسافروا سفر بعيد وحابين يدموا لفيزا لهجرة للفترة هاي ممتازة برضو ممتازة حتى للطلاب اللي بدرسوا على المستوى الاكاديمي اللي هو الجامعي ممكنوا حققوا نتائجه مما كانوا يتوقعوها واللي عنده موضوع الو علاقة بقضية حاب يرفعها على ناس هاي الفترة ممتازة للقضايا واذا الى القضية وبدو يصدر لك حكم في خلال فترة هذا الشهر النسبة الاعلى انها رح تكون لصالحك ولكن بدك تدير بالك من كوكب المريخ كوكب المريخ بضغط على اعصابكو بشكل كبير فعشان هيك بدك تضبطوا اعصابكو اثناء التعامل مع احباكو وبدكو تضبطوا اعصابكو في علاقتكو مع الزملاء في مكان العمل وبدكو تديروا بالكو من نقاط الضعف اللي هي اسفل الظهر عندكو لا تحاولوا انك ترفعوا اشياء ذيلي عن الارض نقطة ضعفك اسفل ظهرك بعد 19 شهر بتصير افضل من قبل 19 شهر لانه بتكون الفترة تحسنت اكثر ورح تلاقي انه في تسويات وحلول لكثير من المشاكل ممكن ترجع عن قرار التخطو او تنسحب او تغير مسارك لكن على الارجح رح ترجع وتتحرك لصداقات او معارف او علاقات للأسف ما كانوا صادقين اتجاهك ولكن الوقت بحاجتهم فانت عشان مصلحتك ممكن ترجع لهم ممكن تظهر بعض المسائل المصرفية او البنكية او الاستشفائية او القانونية بالفترة هاي لازم اي واحد منهم اذا ظهرت انك تهتم فيها بشكل كبير ما ترميها على الرف وتقول تمشي الامور لا اذا ماهتمت فيها بتكون مشاكلها كبيرة بتمنى كل شيء ايجابي حكيت لك يا يصير واي شيء سلبي ما يصير وفي النهاية والله اعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء